بقولك يا معلمي خد يا حبيبتي كوبات اللمون دي علشان تروق دمه مش عايزة زفت ومش عايزة روق دمه عايزة خليه بتعقر كده يلا قولي من وش يا ستنا لغايب حجته معاه وبعدين بلاشت بملهوف عليه قوي كده ده حتى التقل صنع انت مالك انت يا بنت بالتقل والعوض اين لدخلك انت في حياتي يلا عايش في شغل حاضر يا ستي قاديني غايرة حارب يخص عليك اهون عليك وقعت عليك سلامي اتقلمك شكلك شاقي وحترجع لي عليك عملت ايه قولي قولي خير امعلمك طب ما تحكيلي طب يعني انا هينفع على البيب كده مش نطفل جوا تعالي ده انا كنت هموت بالقلع عليك انت وحربي احنا بقى كنت هموت بجدد طب وقال ايه يا عم كل ده ما الحمد لله بنرزق والكيكا طالع معانا في العالي اللي حصل حصل ورجلنا جات يا عبارك وعلى رأي الاغنية اللي شبكنا يخلصنا يخلصنا ان شاء الله ما هو الوقت حربي مجاش معاكل ايه حربي وصني وراح يبشر المعلمة هياكل عندها حمام يا سيدي انا عايز اسأل سؤال هو الوقت حربي ده ما بيتهدش وايه يا خليل يتهد طالعما الدنيا مسأساقة معاه الناس لها حمام الناس لها جبنا براميلي يا عم ما تبقاش بقعناكي للجميل المال وعلى فاكهة تجيبنا بلقوطة طب ليه عنطر بيه هو اللي داك الشيك مع ان رشوان هو اللي ماضي عليه بنا قلتلك يا معلمة رشوان ده أصله تعصب وتهور وهجو مجو وقلب الدنيا وركب دماغه على الاخر عنطر بقه هو اللي لم الدور بس له يعني بيعزيني قوي من يوم ما كنا باخد الخردة من عنده آه قلتلي عشان كده بقه وبعدها معلمة متقلاقيش وافيه بينهم بحسابات كتير إغاوة أكيد هتحسبوا لما رشوان يهدى يعني فاكر رشوان هيهدى وشيل موضوعه من دماغه ما تحملش هم يا معلمة وحتى لو ما عملناش حساب أكيد هيعمل حساباء لا انطر بسك متعرفش عنطر تمش وعيّل واكيد يعني مش هضاي غرب ده لست ولد بجد، يا حبي عشان تعرفي بس ان في رجالة حواليق يتمنو يخدموك يبعانيو طلعت مية مية وأنا ما أخذ بالي أول من الرجال اللي عايزين يخدموك وملحظة تعالك وتعايز أقولك أنا أحاك وما دو ما يضر الشمع الدب تعال على مية أحاك ما تعرفش كان فين طول الليل؟ هاا بلغت أبضايا بالكلام ده؟ عفاري معليك هكي أنا عايزك كده كل يوم الصبح تبلغني بأخبار المنطقة وبعدين تبلغ أبضايا سلام إيه المكلمات اللي على الصبح دي يا أقر؟ شغل يا مونا شغل؟ ولا فكراني بحب؟ طب أنت بتنرفز لي يا حبيبي؟ حيا الموضوع أماني ده بعصابني قوي يوم ونخلنيش نمتو للليل حمزة جاهز عشان أوصله؟ جاهز باك بقولك يا أقر أما أنا عندي فكرة مش عارف إن كنت هتوفق عليها ولا لأ فكرة إيه؟ عيد ميلاد حمزة بعد كام يوم إيه رأيك نعزم رؤوف؟ إيه؟ أعزم رؤوف؟ أها فرصة أماني ورؤوفي تقابله بايد عن الشغل والأسم وبالمرة إحنا نتعرف عليه ويتعرف علينا بس ده كده معناه إن إحنا موافقين وده لسه ما حصلش اعتبرها فرصة نتعرف على بعض قبل ما تاخد كرار مش عارف ماشوف يا مونا ماشوف يا سيدي الراجل شغال معاك أكتر من سنة مفيهاش حاجة يعنى إنك تغزمه عادي ربنا يا سهل هفكر في الحكاية دي يلا سلام أبو ضايا مش سنلوا انتوا هنا طب رصيد الناس ماشي يا معالي فل الوردوش كنلك انا فين ايه خايف؟ معك على الموت تعجبني رشوان بيعايزة يركب هنا؟ اه هنا انت اللي هتسوق؟ اه طب اطلع يلا بلغ اشارة حانا في فتح لأبادايا من شوية وقاخدوا في عربيط وجام على مسبق الحديد بتاع رشوان ابو الدهب والرشوان ابو الدهب موجود؟ عربيطه موجود يا فندي طيب لما عبادايا يخرج خلوك وراه بالمرأبة وبلغوني بالأخبار أول بأول تمام يا فندي وراه بالمرأبة قرار أول لا اه 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 أنجلت المرأب اتصلوا بيا من شوية مفي حاجة جديدة؟ أبضايا راحي النهارده المسبك عند رشون أبو الدهب تاني؟ أيوة يا فندم واضح أن أبضايا مش هيجبها البر راوف عايزك تكسف المرأب عليه احنا وراه خطوة بخطوة يا فندم بعد اذنة ساعتك راوف تحت عمرك يا فندم قولي أنت وراك حاجة يوم الخميس اللي جاي لا يا فندم تحت عمرك مم أصل الخميس اللي جاي عيد ميلاد ابني حمزة كل سنة وهو طيب ربنا يخله لك يا باشا من شكر او يا الله يحفظك انا عشان كده كنت بفكر يعني انك تجي لي البيت علشان عرفك يعني على والدي وعلى مراتي دي حاجة تشرفني يا فندم خلاص اوكي ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي بتيجي تحضر عيد ميلاد حمزة هكون عندك بالتمام يا فندم ربنا يخلك لينا يا فندم بفضل صباح الكل يا ست الكل ايه نموسيديت الكحلي من عرض اما الحربي فين؟ سحربي ده امن النجمة لبس هدومه وخرج من غير حتى ما يفكر ده انا ولا حسيت بيه انا ايه اللي جرالي عجزته ولا ايه فشر يا ست الستان عجزتي ده ايه ده انتي لسه فعزي زمان كنت هد الدنيا وحط راسي على المخدة لو عدت من جنب النسمة الطير افتح عيني كده زي التعلم دلوقتي مش عارف يا مالي احط جتتي بيتعملة زي القتيلة ريحي يا ستي وبعدين انتي ربنا والحمد لله مديك من وسع مستعجلة على الشقة ليه ايه رأيك احضرلك الفطار علشان تلحق تروح المستودع لا مستودع ده ايه انا تعبانا النهاردة وكسلانا حاسة كده ان زي ما يكون عد علي قطر احسن برده قوليلي هو حربي هو خارج مالك ايش رايح فيه قال انه هو هيروح يقضي مصلحة وحيرجع على طيره طيب حضرلي الفطار وانا هكسل على الكنبة هنا واشوف سي حربي مصلحة ايدي بقى لمشيته من جنبي من غير ما يقولي بونجور يا حبيبتي هاي يا حربي كده هاي الموضوع ماشي زي ما احنا نخططين له بالزبط قولي عطر داحت قبل امتا وفينا ومعارضة ساعة عشرة جابالي عزام بدل بيته دوني بتشغل فيه وعزام معام في اللابة ايه ومعام واحد تاني به كده محترم وعلي الهيبة دا لولا كان زمان رشوان خلص علينا وزيد ايه صغير راجل بيته بيهدول عدي بيته عديه طرفه اللي ايه تعالي حالي كده بس في ايه بس يا عم صباح لا لا بس يا عم فاريب في ايه 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 اكس كويس يا حربي هو دا اه هو بس اه هو دلوقتي اكبر شوية بالصورة تعرف الجدع داو اللي ايه فاكر يا حربي واحنا في سجن كتلك ان في محامي عرض عليها رشوة كبيرة عشان ادي له وصلة امانة كان موكل الدهوني ارفع بيقضيها ايو فاكر المحامي ده هو عدل انا يامها كنت لسه مؤمن بالقيم والاخلاق غبي رفضت رشوة وكانت النتيجة انهم ساروا ملف القضية كله بالوصل بالمستندان وراح الموكل رفع علي قضية خانة امانة بدخلون السجن واضع على مستقبلي قادها بقى ان المحامي اللي ترافع عن الموكل في قضية خيانة الامانة هو عدل برضا نيوم هوقف في المحكمة طالب اتصل العقوبة ومعد شوة وانا في السجن قاربت ان عدل تجاوز ميسا قفبت بالانسان الوحيدة حبيتها في حياتي هي اللي سرقت الملف وعادل ده انت ناو تسكت له مش هسكت بس انا بحاول احسابها صحي لانا عايز انتقن منه واحدة واحدة ودفعه الثمن كل يوم من ايام سنين عمر اللي ضيعة انت قد هتوصل له ازاي بصلاح عن طريقك انت يا حال انا طبعا امان انا واقف جنبك وبساعدك علشان ايه عشان تطلع في العالي وتطلع لفوق توصل للي انت عايزه كله بساعتها تقدر تساعدني اوصل للي انا عاجزه ياه طب وليه اللفة الطويلة دي كلها عشان اللي زي محتاج واحد زيك واللي زيك محتاج واحد زيك حارو بي انا اعرف اخطط ودبر وفكر لكن التنفيذ التنفيذ عايز واحد زيك عصاوه حديد وقلبه ميت انت محتاج لي عشان تحقق اللي انت عايزه وانا محتاج لك عشان احقق اللي انا عايزه ها